حذر رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمن الإصلاحي بمحافظة الحديدة الشيخ هادي هيج من خطورة تصعيد ميليشيات الحوثي الذي يسهدف الملاحة الدولية والأمن والاستقرار للدول المطلة على البحر الأحمر وتهديد خطوط التجارة العالمية وقال هيج في حوار مع الصحوانت إن هذا التهديد يستوجب موقفا دوليا حازما كون الخطر يهدد الجميع وانتقد هيج التراق الأممي مع ميليشيات الحوثي وتغاضيها عن استحقاقات اتفاقية ستوك هولم ما جعل إرادات الحديدة تذهب لصالح الميليشية بدل صرفها مرتبات للموظفي وتطرق هادي هيج إلى نهج الميليشيات في استخدام ملف المختطفين والمغفين قسرا للمزايدات السياسية وأعرب عن رفضه لتهميش أبناء إقليم تهمة من قبل قيادات الشرعية وشدد على ضرورة التمثيل العادل لأبناء تهمة في السلطات المختلفة